اشتركوا في القناة اشرح لكم الوضع في السودان حتى يوم 15 نوفمبر اتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية لا تنسوا الانضمام الى القناة واتمنى من حضرتكم مشاركة الفيديو ليستفيد البعض من مرخص حول ما حصل في السودان منذ اشهر حتى اليوم طبعا مع بداية الامر سأشرح لكم اللون الاحمر يرمز الى سيطرة كوات الجيش السوداني اللون الاصفر يرمز الى سيطرة كوات الدعم السريع سنبدأ طبعا من العاصمة الخرطوم حيث تسيطر كوات الدعم السريع كما تشاهدون على غالبية المدينة غالبية المنطقة السكنية في المدينة اما في المحيط فتسيطر كوات الجيش السوداني داخل العاصمة يوجد بعض النقاط التي تنتشر بها كوات الجيش السوداني كما تشاهدون بعض الاحياء باللون الاحمر حيث توجد مكرات القيادة العامة الاستخبارات العسكرية سلاح الاشارة في حي كوبر وطبعا المستشفى العسكري هنا في وفوج الهندسة في حي المهندسين اضافة الى منطقة اللاماب حيث يوجد سلاح المدرعات اذا هذه انتشار كوات الجيش السوداني داخل العاصمة الخرطوم ضمن المنطقة القريبة من القصر الجمهوري قصر الجمهوري المكرر العسكري المركزي المطار كلها تقع بيد كوات الدعم السريع اضافة الى بعض النقاط والقواعد العسكرية المنتشرة في المدينة اما في محيط المدينة فتنتشر كوات الجيش السوداني في قاعدة وادي سيدنا الجوية التي منذ الايام الاولى للحرب حاولت قوات الجيش السوداني السيطر عليها لتواصل امداد قواتها والانطلاق منها بهجمات انتجاهها العاصمة الخرطوم كما توجد قوات الجيش السوداني في قاعدة حطاب قاعدة رودوغ قاعدة جبل سرقاب معسكر ابو علامة البخيت طبعا ايضا كما اشارت سابقا يوجد هنا قاعدة لسلاح المدرعات بالمستشفى العسكري هنا اضافة الى قاعدة جبل اولياء العسكرية في المنطقة هنا اذا هذه هي الحال في العاصمة الخرطوم ومحيطها كما تلاحظون اذا السيطرة على العاصمة بشكل غالب لقوات الدعم السريع تحتفظ كوات الدعم السريع بجزء بامداد الى هذه المنطقة هنا ولكن هذه المنطقة محاصرة بجيش السوداني لذلك تعتمد قوات الدعم السريع على خط امداد والشريان رئيسي واحد هو هذا كما تشاهدونه باللون الاصفر يصل الى منطقة الابيض ولاحقا يصل الى الجزء الغربي من البلاد في مناطق الجنينة والفاشر ونيالة طبعا احبائي هذا الخط يعتبر الشريان رئيسي لقوات الدعم السريع في حال تم قطعه او اغلاقه من قبل الجيش السوداني ستصبح امور قوات الدعم السريع او وضع القوات السريع العاصمة الخرطوم سيء جدا اما في الجهة الغربية من البلاد فطالما تستمر المعارك بين القوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المباحثات التي تحصل كانت في السعودية في جدة كانت قوات الدعم السريع تحاول التقدم والسيطرة في نيالة وفي بقية المناطق تحاول احكام قبضتها على جزء كبير من المناطق الهامة في هذه الجزء من السودان تحاول دوما القوات الدعم السريع او الجيش السوداني او اي جيش اخر في العالم حين يخوض مفاوضات ان يتقدم في الميدان كي يمتلك امرأة اوراق قوة اكتر وهذا ما الذي سعت اليه قوات الدعم السريع حيث كانت هناك مخاوف من تقدم قوات الدعم السريع في الجزء الغربي تحديدا الجزء الجنوبي الغربي من البلاد البعض رجح ان يكون هناك انفصال لاحقا في حال استطاعت قوات الدعم السريع السيطرة بشكل اكبر على الجزء الجنوبي الغربي من السودان حيث توجد ولايات دارفور وبالتالي المعارك مستمرة ضغط كبير من الطرفين الجيش السوداني يضغط بشكل كبير في هذه المناطق ليحاول في الفاشر ونيالة والجنينة ليحافظ على تواجدها في هذه المناطق ولاحقا استعادتها من يد قوات الدعم السريع طبعا احبا تشاهدون بعض النقاط السوداء في الخريطة هذه النقاط هي لجماعات عشائرية او قبالية معينة تقاتل ضمن مناطق سيطرة الجيش السوداني الى جانبه ان امكن القول او ربما بعضها بشكل محايد يحتفظ بسيطرة ضمن منطقته لنفسه اذا هذا هو المشهد في السودان كما ترون سيطرة شمال البلاد بكامل للكوات الجيش السوداني سيطرة في الشرق بشكل كامل للجيش السوداني طبعا تلاحظون بورت سودان لمن لا يتذكر هذه المنطقة التي تم اجلاء كافة الرعاية الاجانب من خلالها هذه المنطقة نفسها التي كان الامريكيون يتخوفون من اقامة قاعدة روسية بها طبعا مع بداية الحرب في السودان وفي حال سقوط كما يعتبر البعض سقوط العاصمة بيات كوات الدعم السريع كان هناك اقتراح بنقل العاصمة الى بورت سودان في حال سقطت بيات كوات الدعم السريع اذا المعارك مستمرة بين الطرفين معارك قوية كل طرف في البداية كانت الامور صعبة عليه لانها حرب شوارع لا الجيش السوداني تم تدريبه لخوض هذا النوع من الحروب ولا كذلك قوات الدعم السريع ولكن مع الوقت تشاهدون ان المساحات تتسع لم تعد كبداية الحرب في بداية الحرب كنا حتى نحن كاشخاص نرسم الخرائط نواجه صعوبة اي كان كل طرف ينتشر في جزء من الاحياء ليس هناك لم يكن هناك اي احياء كاملة تحت سيطرة اي طرف اليوم تشاهدون احياء بكاملها ومناطق بكاملها وولايات بكاملها في السودان تحت سيطرة اه طرف معين ولكن ضمن المناطق التي يوجد بها احتكاك ضمن المناطق التي تشاهدونها على مسافة مئات الكيلومترات يوجد احتكاك بين الطرفين بعض المساحات فارغة لا يوجد مناطق سكنية ولا حتى قوات عسكرية وبعض المساحات الاخرى يوجد احتدام في المعارك كما يحصل في الجنينة في المنطق وهنا حيث توجد الفركة خمسة عشر من الجيش السوداني تواصل الاشتباك مع قوات الدعم السريع في الجنينة كذلك الامر تحاول قوات الجيش السوداني استمرار اه معاركها في اتجاه الفاشر وفي اتجاه نيالا في المنطقة هنا وللتذكير مجددا هذه قوات الدعم السريع المنتشرة في الخرطوم تعتمد في اندادها على هذا الخطوة وبالتالي اذا تم قطعه سيصبح وضع صعبا جدا داخل العاصمة الخرطوم اذا احبائي هذا هو المشهد بشكل عام تقريبا اعتذر منكم مجددا على اطالة او في نشر اخبار السودان ولكن كما اقول لكم دوما انا اعمل لوحدي هذا الجهد يحتاج لتفرق كامل وبالتالي احب الروسية الاوكرانية لوحدها تحتاج عدة فرق عمل لذلك اطلب منكم دوما مساعدتي في الانضمام الى القناة ومشاركة الفيديوهات لينضم اصدقائكم الينا ليس لدي فريق عمل ولكن لدينا الكثير من الاحبة في هذه القناة الذين انا واثق انهم سيساعدوني في نشر هذه القناة والعمل معي على الترويج لهذه القناة اعتمد على محبتكم ثقتكم لنشر هذه القناة بشكل جميل مع اصدقائكم احبائي هذا كان كل شيء حتى هذه اللحظة في السودان لن يكون هناك فيديوهات يومية ولكن سنعتمد على ما يحصل من تطورات ساجمعها في فيديو وانشرها لكم لاحقا شكرا لكم احبائي لوقتكم لمحبتكم لثقتكم لدعمكم اتمنى ان لا تنسوا الدعم المادي للقناة هذا الجهد هذا المحتوى يحتاج لتفرق كامل وبالتالي يحتاج لدعم مادي لاستمراره طبعا التفاصيل موجودة في الوصف الخاص في الفيديو اه يمكنكم سؤالي بالتعليقات حول كيفية طريقة الدعم المادي لهذه القناة اه مجددا اشكركم على كل شيء والى اللقاء بفيديو اخر